مستمر معكم في الموبايلات اللي انا شايفها من وجهة نظري سعرها مبلغ فيها جدا ورائي انه وين تريد تشتري خد بلغ كواس جدا وما تحاولش انك تشتري غير لما ترجع للاسعار الحقيقية لان في موبايلات كتيرة سعرها مبلغ فيها وانا بحاول اغطي لك الموضوع ده على قد مقدر فانا معايا في الفيديو ده خمستاشر موبايل انا شايفي ان سعرهم ما استحقش خالص انك انت تدفع فيهم الفلوس دي حاليا. قبل ما قولناك احنا يكيد متساش لايكك سبسكرايبك الراية واتفعل الجراش انوصلك منا دايما كل جديد اما دلوقتي خليها لقش في تفاصيل الفيديو. اهل والسلام بكم انا محمد ودي قناة واول موبايل انا شايف ان سعره مبلغ فيه جدا هو النسخة هو مسعر مبلغ فيه معناه ان حد مغل فيه ولكن سعر مبلغ فيه من نسباني يعني ان الموبايل ما بيقدنش قيمة مقبل سعر. سعر الموبايل دلوقتي تلاتاشر الف باكتب على هي انو عرض الفترة مؤقتة. يهيانك لو انت مش متابع ان الموبايل فعلا نزل عليها عرض وسعر ممتاز حاليا وانك لازم تلحقه ولكن الحقيقة بتقول عكس كده تماما لو انت متابعة تعرف ان الموبايل ده بيقدم معالج ميديا تيك هينيو جي تسعة وسعين اولترا معالج المفروض انه فئة اقتصادية. حتى وان كان الموبايل ده بيقدم شوشها رهيبة استحوازها ممتاز وكل حاجة. بس فكرة معالج في الفئة السعرية دي الموبايل يدعم تصوير الفيديو وين عندك اربعة وتلاتين عندك كل الموبايلات دي بيتقدم معالجات قوية جدا اقوى بحبة حلوين وكمان بتقدم لك تصوير فرو كي فده بيخليني اقول لك ان الموبايل ده لا يستحق جدا ان انت تشتريه او تدفع في اي فلوس. الموبايل رقم اتنين معانا هو خلينا مستمرين مع شاومي شوية لاني شايف عروض كوارث من شاومي. سعر النوبايل ده تمنى تلاف ومتين جنيه للنسخة ستة مية تمانية وعشرين. لو انا اقرنه من شاومي نفسها ففي دلوقتي. بتكلم في تلتمية وخمسين للنسخة ستة مية تمانية وعشرين برضو. بيقدم كاميرات احسن وبيقدم سماعات استيريو وبيقدم شاشة اسطع واحسن بفرق كبير جدا عن فانا رأيي لو انت بتحب شاومي فعندك هيكون اختيار افضل لك وهتزود مية وتمانين جليه تقريبا او حاجة زي كده. اما لو انت بتظهر على الكبير القابل ساعر فعندك موبايلات تانية واختيارات تانية كتير منهم من اي خمستاشر منهم من اي تمنية وسبعية لاني شاف ان كل الموبايلات دي اسكلاس وبتقدم تجربة افضل بالنسبة لان الريد مينوت سرتين. اما بالنسبة للموبايل اللي بعد كده هو الريد مينوت سرتين برو بلاس النسخة لاتناشر خمسونة واتناشر مكتوب انها بعشرين تسعمائة وتمانية. ده مش حقيقي الموبايل ده وصل دلوقتي لتسعتاشر الف جنيه. حاول انك تنزل للمحلات وتدور وتدور على مواقع تانية مختلفة. انا اسم لك لينك تحت في لو انت عايز تشتري الموبايل بالسعر اللي انا بقول عليه ده. الموبايل اللي بعد كده هو برضو بيعاني من نفس المشكلة. هو فعلي تنسعره تلتمية زي اللي ما اكتبه قدامك ده. ولكن مؤخرا الموبايل سعره نزل عند بعض الناس لستاشر وقصور. فالموبايل سعره نزل اكتر من الف وسبعمائة جنيه. وانا هسيب لك اللينك تحت في الدستريبشن دي دمع عند الشيخ من كم يوم كان موجود عندهم بستاشر وقصور. اتمنى ان انت هتلاقي الموبايل وحتى لو ملقتوش انزل دور في المحلات هتلاقي السعر اللي بقول لك او حتى على الاقل هتلاقي ان الموبايل سعره نزل عن كده كتير لان السعر ده قديم جدا ومن فترة كبيرة. الموبايل اللي بعد كده هوريد من نسخة تمانية ده ستة وخمسين اللي بيقاني انها بعشرة تلاف جنيه ولكن انا بقول لك لا خش على امازون او يا سيدي لو انت مش عايز تشتري من على امازون انزل محلات هتلاقي نسخة دي السعرها دلوقتي تسعة تلتمية مش عشرة تلاف جنيه يعني انت هتوفر حوالي سبعمائة جنيه وانت المستفاد على فكرة ما تفكرش ان سبعمائة جيليnde الكلية ، لأ ده في ناس ممكن يغير من النوبال لموبايل او ممكن ما عارفش يجيب موبايل معين عشان متين تلتميت جنيه فرق ما بين ده وما بين ده لسه مكملين مع شاومي ونيجي الموبايل اللي بقى له اكتر من سنتين حاليا للنسخة ستة مية تمانية وعشرين منه بتتكلم في تمانية خمسمية انت متخيل حدا مش هقول لك ريد مينوت إنت رخص للنسخة الستة مية تمانية وعشرين وممكن بتمانية ونص تجيب النسخة تمانية مية تمانية وعشرين من ريجمي نوت سيرتين. اللي بيميز ريجمي نوت هنا مش شايف اي حاجات ميزه. زاد ان الموبال قديم اصلا ومش هتلاقيه محدث لاحدث نسخة اندرويد. خد بلد برضو الموبال ده لا يستحق الشراء. بكملين مع شاومي والمراضي مع شاومي الموبال ده كان برضو حوالي من سنتين وممكن اكتر. موبال محترم جدا. كنت بحب الموبال ده جدا من شاومي. ولازلت بحبه يعني الموبال بشاشة تسعين محترمة جدا تصميم من الازاز فخم وكل حاجة معالج سناب درجون سبعة سبعة تمانية ما هتلاقيه وسعر الموبال دلوقتي بيتكلم في اتنشر الف وقمتمية لو هتكلم على شاومي نفسها هقول ان اه يعتبر متوحش شاومي بتقدم لنا عبط في الفئة السعرية دي. ولكن الموبال ده قديم شوية فانا اخشى عليك او اخاف عليك ان ان انت متلاقيش اخر نسخة اندرويد او احباس نسخة اندرويد. زاد ان بطارية الموبال ده ما كانتش احسن حاجة. دي اللاعب الواحد اللي كان في الموبال بس الموبال حقيقة انشياك كان ممتاز ما كانش عنده على ايه اعتراض بس هنا في اوبورين في سامسونج ده اربعة وتلاتين موبالات مكملة معك ولسه جديدة. نيجي بقى لسامسونج ونبدأ بالسامسونج ايه اربعتاشر النسخة الاربعة مية تمانية وعشرين جيجا سعرها ستة تلتمية ومش محتاجة بقول لك ان ايه خمستاشر النسخة الستة مية تمانية وعشرين من سامسونج نفسها سعرها دلوقتي ستة ستمية وخمسين للنسخة الستة مية تمانية وعشرين وطبعا الاربعتاشر لا يرتكن وتقرن اصلا معا ايه خمستاشر. الموبال ده لا يسعبك شراء خليك مركز مع الايه خمستاشر وانت هتزود تلتمية وخمسين جيلي واتاخد فرق كبير من جاشر اي بس تتسعين لشاشة امولت تسعين زيت كمان المعانج احسن بفرق كبير. الموبال بعد كده من سامسونج والسامسونج ايه اربعة وخمسين عامل خمستاشر الف وتلتمية رأيه هو مش وحش وسعره مش عالي ولكن عندك ايه خمسة وتلاتين دلوقتي من سامسونج بنفس المواصفات وعمل تلاتاشر ونص او اربعتاشر ونص للنسخة الاخبر التمانية دلستة وخمسين فرق يقد ايه خمسة وتلاتين ويسبك من الاربعة وخمسين لان سعره زاد اوي با اوفر الصراحة وشاف ان الايه خمسة وتلاتين بيقدم نفس التوليفة زادتها شاقط بار كمان. موبايلين بعد كده من سامسونج ايه خمسة وخمسين وعندك ال ايه اتنين وتلاتين. ايه خمسة وخمسين بيتكلم في اتنين وعشرين الف جنيه اتنين وتلاتين بيتكلم في تسعة تلاف جنيه دلوقتي ايه خمسة وخمسين اصلا نزل لطة انتشر وسبعتاشر دور كويس هتلاقي الكلام اللي انا بقولولك وهي لا يستحق الشراء انا ما لو نتكلم في اتنين وعشرين الف هاتل استوين تسري ايه اما بالنسبة الاثنين وتلاتين فده موبايل قديم بقاله اكتر من سنتين. ولو بيتكلم في ساعة تسعة من سامسونج فها تحصل ال اي خمسة وعشرين فرق كبير جدا. لكن ما تخلش يجيب للا اتنين وتلاتين ما بيقدمش قيمة تماما قبل الساعة. اعزوا لك ان ال اي خمستاشر الارخص اللي بستة الاف ستمية احسن منه بمراحق. موبايلين كمان من سامسونج زي ال اي زيرو فايف والسامسونج اي تلاتة وعشرين. اي زيرو فايف بستة ونصه ده لانصح بشراعه تماما. لان هنا بيتعرض مع اي خمستاشر في نفس الفئة معاه والموبايل ده اخد بالك من غير بصمة. تخيل انت تفع ستة وخمسمية في موبايل بشاشة اي بي اس ومن غير بصمة. وممكن تزود مية وخمسين وتاخد موبايل بشاشة قابل التسعين يا ريتس ما اقوى معالك في الفن الاقتصادي ازقت كمان بصمة في الزرارة باور. فهنا في استيبال حرفين في اللي بيحطوا الاسعار هنا من التجار. اما بالنسبة بقى للاي تلاتة وعشرين فالموبايل سعره سبعة تسعمية وتسعين جنيه يعني اغلى من ال اي خمستاشر كمان ورأي لا هات ال اي خمستاشر هو احسن وافضل بفرق كبير لان ال اي تلاتة وعشرين كان ستمائة وتمانين وكان كمان اي بي اس تسعين فما كانش في حاجة تميزه وتخلينا اقول لك روح اشتريه عن ال اي خمستاشر اللي هو بيقدم كمية حاجات مش ملطقية خالص من سامسونج بفقته. اخر موبايل من شاومي هو هو ده سعره تسعة خمسمية وطبعا لا انصح بشراعه تماما عندك ارخصه احسن عندك اي تمانية وسبعين بالنسبة لي احسن. ده زيت بقى انك ممكن تستفعد كل دول اصلا وتجيب ال اي خمسة وعشرين موبايل قوي عملاق جدا من سامسونج وفي فرق بينه بينه بين ارب منافسينه اصلا. وارخص كمان بتمانية وتممية وتسعين تقريبا. اخر موبايل بقى سعره حداشر الف وسبعمية للنسكة الفور جي. موبايل قديم بقى له سنتين زائد زود مين جنوات السامسونج ده اربعة وتلاتين ولو مش عكبك زود متين جنيه كمان وهات او حتى زود الف جنوات لك كل ده موبايلات بتقديم قيمة اعلى بكتير مقابل السعر من الموبايل ده دول موبايلات من وجهة نظري ما بتقدمش اي قيمة تمام مقابل السعر سعرها موبايلات فيها خد بلك وانت بتشتري او لو لقيت اي مكان قدامك مبيعها موبايلات غالية اسمها الموبايلات دي وتسيب لي اسم المكان عشان نعرف نوعي اخوتك وصحابك اللي بتفرجوا على الفيديو وكالعادة انتظرني الفيديو جديد سلام اشتركوا في القناة